بسم الله مازلنا برضو لسه مع الماثماتيكال فونكشنز بس هنعمل كده اجزامبل جديد هنبدأ نعمل كوتلين فاير وندي رقم الاجزامبل بتاعنا وهنجيب الماثماتيكال فونكشن بتاعتنا اه احنا المرة دي هنتكلم ان شاء الله على جروب تاني من الجروبز بتاعت الماثماتيكال فونكشن اسمه كونستانت كونستان برضو حاجة بسيطة جدا هم اصلا عندنا يعني السوابط الرياضية اللي بنستخدمها هما سابتين هما اللي دا ما بنستخدمهم اللي هو الاي والبال فعلى طول مباشرة لو جينا نجرب اول مثال على الاي هنقول ان الاي اصلا اساسه عشان نبقى احنا عارفين ان هو بيمثل السابت الاساسي للي هي القاعدة الرغاريتمية الطبعية والتقاع هذا اللغاريتمية الطبع اوله اثنين وي 7000 و 2700 و 18ANA فده دايما عشان رقم ثابت ومنستانوي في اللغاريتمات دايما تدايما سابت فلو حبّدتنا دي بقول ماس.ي عشان ما تحفظوش بس بشك ترم كده فحسب ما تحب تستخدمه ان شاء الله Learning figure عن قاعدة رياضية مع اللغاريتمات ان شاء الله الثاني اللي هو البي وده السبت اللي هو يعتبر نسبة محيط الدايرة لطول كترة اللي احنا بنمثله بالشكل اللي هو زي ما انا رسمه كده اللي هو بنسميه 227 او 17 من 100 فلو حبيت تستدعي في اي وقت بقول ماس دوت باي وخلاص وبكده يجيب لك الايه يجيب لك نتيجة فطبعا طبعا له هون نتيجة 27 و 13 من دي بالنسبة الايه لل اي والبي دي كانت السوابت الراضية في الماس اشتركوا في القناة